بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نستكمل حديثنا حول قواعد ضبط الآيات المتشابهة والقاعدة التي معنا الضبط بالحصر والإحصاء أحيانا قد يحاول الحافظ إيجاد قاعدة لبعض المواضع المتشابهة لكن يعجز عن ذلك فالحل هو قاعدة الضبط بالحصر والإحصاء بحيث أنه يحصي المواضع المتشابهة ويستذكرها ويكون بذلك قد أوجد حلا مناسبا لهذه المواضع المتشابهة وبالمثال يتضح المقال المثال الأول قول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم آياته من المواضع المشكلة على الحفظة كثيرا هذا التركيب كذلك يبين الله لكم آياته فإذا أحصينا المواضع المتشابهة بهذا التركيب وجدنا أنها أربعة مواضع كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون في سورة البقرة لعلكم تهتدون في سورة آل عمران لعلكم تشكرون في سورة المائدة والله عليم حكيم في سورة النور وبهذا أوجدنا حلا لهذا الإشكال الذي قد يلد عند بعض الحفظة ومن ذلك مثلا الإشكال عند قول الله عز وجل فبئس المصير ولا بئس المصير وبئس المصير فإذا أحصينا المواضع المتشابهة بهذا التركيب وجدنا أن ولا بئس المصير موضع وحيد في سورة النور فبئس المصير موضع وحيد في سورة المجادلة وتسعة مواضع كلها في القرآن الكريم وبئس المصير وهذا فائدة مهمة جدا بحيث أن الحافظ يركز على الموضعين السابقين ولا بئس المصير فبئس المصير ثم بعد ذلك هو يرتح في بقية المواضع حيث يعلم أنها وبئس المصير ومن ذلك عما تعملون وعما يعملون كثيرا ما تشكل على الحافظ وإذا تأمل الحافظ الآيات المتشابهة والمواضع المتشابهة والمواضع المتشابهة بعد حصره لها يجد أن القرآن كله عما تعملون إلا موضعين إلا موضعين موضع في سورة بقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء جاء في ختامها وما الله بغافل عما يعملون والموضع الثاني في سورة الأنعام وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ومن أمثلة كذلك قول الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له كثيرا ما تشكل هذه الآية على الحفظ وإذا استطعنا أن نحصر هذه المواضع المتشابهة المتعلقة بهذه الآية استطعنا أيضا أن نجعلها في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وهذه المجموعة نسميها التركيب الكامل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له في سورة العنكبوت وفي سورة سبا الموضع الثاني المجموعة الثانية من دون له يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر موضع وحيد في سورة القصص المجموعة الثالثة كل ما في القرآن يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من دون من عباده ومن دون له فهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا قاعدة الضبط بالحصر والإحصاء نستطيع من خلالها أن نتعرف على المواضع الوحيدة نستطيع من خلالها أن نجعل هذه الآيات المتشابهة مجموعات مختلفة وبالتالي استفدنا كثيرا من فهمنا وتطبيقنا لهذه القاعدة أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة